اشتركوا في القناة يتم انتاجه عالميا يتم التواصل او ترحف الاسواق العالمية يتم التواصل مع الجهات المنتجة لهذا اللقاح لحصول مصر على الجزء الخاص بيها او انها تقدر توفره للمواطنين المصريين في اسرع وقت ممكن وده جيه في اطار التصريح اللي قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بعمل المزيد او الكثير من اللقاءات والتواصل مع سواء وزير التعليم العالي ووزير الصحة وكمان مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد وكذلك رئيس الهيئة المصرية للدواء عشان يتأكدوا على ضرورة المتابعة الدورية لأي لقاح يتم انتاجه عالميا هنقولكم مزيد من الضوء على اللقاحات الموجودة في العالم طبعا كلنا متابعين ان كل دولة كل فترة نسمع عن لقاح يعني اقترب من الانتهاء بشكل نهائي وانه هو هيكون جاهز للطرحة سباق عالمي موجودة كمان مصر شفنا زي ما تابعنا وكنا ايليم مع حضراتكم في الجزء الاول من حلقتنا ان كمان هناك توجه لانتاج اللقاح الصيني في مصر بالتعاون مع الصين من خلال مصانع مصرية كل هذا هنتكلم فيه مع حضراتكم من خلال ضيفي او من الحديث مع ضيفي في السودي الدكتور مصطفى المحمدي استشاري الامراض البطنة والخبير في الامصال واللقاحات اهلا بك فانسبعا اهلا بحضرتكم اهلا بسادة المشاهدين اهلا بك يعني طبعا زي ما قلنا في سباق في العالم للحصول او التوصل للقاح مناسب وفي اسرع وقت من وجهة نظر حيك ومتابعتك مبدئيا ما هو اللقاح الاكثر للخروج للنور في الفترة القادمة اهلا شوف حضراتك هو طبعا زي ما حضراتك ذكرتي ان هو سباق هو مرس فعلا اهلا فيه مجموعة كبيرة جدا من الشركات والمراكز البحثية على مستوى العالم اهلا تخطط المية وخمسين مركز وشركة وجامعة اهلا على مستوى العالم بتعمل اهلا بقصد الوصول للقاح للكوفيد 19 او الكورونا المستجد اهلا طبعا من المية وخمسين دول خلينا نختصر الموضوع على السادة المشاهدين ونقول ان فيه اربعة هم دول اللي في قمة السباق اللي هم بيمثلوا المربع الزهبي اهلا يأتي في مقدمة الاربعة دول جامعة اكسفورد او بتتعاون مع استرازينيكا والشركة الهندية كان سينو بيولوجيكس وبعد كده فيه شركة مودرنة الامريكية وبعد كده فيه اللقاح الروسي بالفعل او اللقاح اللي هو بتاع شركة فايزر لقاح شركة فايزر قبل اللقاح الروسي تحديدا يعني او يبقى كده احنا معنا الاربع شركة التالت شركة فايزر وبعد كده روسي اوكسفورد الاولانية لان شركة اللقاح بتاع جامعة اكسفورد في المرحلة التالتة اللي هي المرحلة الاخيرة البقية اللقاحات اللي هما الثلاثة شركات اللي بعد كده اللي هي اللقاح الصيني واللقاح بتاع شركة فايزر واللقاح بتاع شركة مودرنا الأمريكية دول اللي هما على وشك يدخلوا خلاص المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة النهائية اللقاح هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الوباء أيا كان وضرقه تجربنا السابقة والتاريخ بيحكي ويقول أن الأمراض اللي تم القضاء عليها الوقاية منهم ميشي القايا الوقاية والقضاء عليه بالفعل يعني هو حضرتك احنا قضينا على مرض شركة للأطفال أو يعني أصبح العالم قبقى وسيني أو قدنا من إعلان العالم خاليا تماما من مرض شركة للأطفال بفضل استخدام اللقاح لأنه هو المموت به تنفيذ عملية ما يسمى وعدم انتشاره يقضي عليه طبعا طبعا احنا لو ما خلينا الشخص ما فيه الشخص عرضة للإصابة بالمرض خلاص مسبب المرض ده من مصيره أنه ينتهي فهو اللقاح بصفة عامة هو الوسيلة الوحيدة المنوط بيها القضاء على مرض متواطن ما أو وباء منتشن بشكل فعشان كده العالم بيصب جهده وبيصب بتركيزه بشكل أساسي على إنتاج لقاح وفي مصير موازي الوصول لعلاج للمرض ولكن اللقاح هو له الأهمية في القضاء على المرض بشكل أهم طيب ده كويس حيك ذكرت نقطة العلاج هل لو تم التواصل للإتنين العلاج واللقاح مين بيكون ليه الدور الأكتر في القضاء على الفيروس هل إن نسيبه لما يصاب المرء أو الفرد ياخد علاج ولا إن إحنا نعمل لقاحات علما بإن اللقاحات تقريبا ساعات بيكون لها أثار جانبية طبعا إحنا لو الهدف إن إحنا نقضي على المرض وده طبعا بيكون هدف منشود في الغالب إذا فيه إمكانية إن إحنا نقضي عليه الوسيلة الوحيدة اللي نقدر نستقدمها في بغية القضاء على المرض هو اللقاح أما استخدام العلاج فباستخدام العلاج ده مع المرض اللي هو موجود بقى خلاص يعني مرض موجود ومعنديش الوسيلة اللي تقضي عليه فأنا بتعامل معاه بالعلاج بقلل طبعا من أثاره الجانبية بقلل من مضاعفاته بقلل من المشاكل اللي ممكن يعملها المرض وتعديده لصحة وحياة الشخص بشكل عام يبقى أنا هنا بستخدم العلاج أما إن أنا بستهدف القضاء على المرض والحد بشكل كبير جدا من انتشاره وعدد الإصابات اللي ممكن يعملها فده الهدف المنوط به أو الهدف اللي بيحققوا اللقاح ولو توصل العالم للقاح فعال بنسبة كبيرة واستخدموا العالم بشكل مباشر على الشعوب بنسبة التغطية كبيرة وحقق نجاح في التغطية بتاعته وفاعلية في الأداء بتاعه في استشارة جهاز المناعة والإنتاج أجسام مضادة للمرض حتما سينجح في يوم من الأيام العالم في القضاء على الوباء بشكل مباشر أي سؤال يعني السؤال طبيعي ممكن يجي لحد طب لو الأربع شركات اللي حدثت عنهم أو الأربع جهات اللي حدثت عنهم أنتاجوا اللقاح في نفس التوقيت أو في التوقيتات متقربة بيبقى ده شيء كويس بس هل كلهم بيتوصلوا نفس المادة الفعالة القادرة ولا بتكون هناك كل مكان أو كل جهة لها تجربتها الخاصة بمكوناتها الخاصة وعلى أي أساس بيتم تحديد الأكثر فيهم فعالية أكثر أو الأكثر تمام ده يسترع مننا أن احنا نوضح يعني إيه كلمة لقاح يعني إيه كلمة تطعيم وبيشتغل إزاي كلمة تطعيم أو لقاح أو اللي هي ما يطلق عليها بالفاكسين هي عبارة عن أن أنا بستخدم مسبب المرض نفسه فإن أنا أحفز جهاز المناعة لإنتاج أكسامه ضده لهذا المرض تمام بس أنا لو خدت مسبب المرض بالشكل الطبيعي بتاعه ودخلته جسم البني أدم أنا بعمله لعدوى الفعالية تمام لا هو إحنا الخطوة اللي قبل كده إن إحنا بنجيب مسبب المرض وبنخضعه لعملية معالجة معينة المعالجة المعينة دي إن أنا ممكن أخلي المسبب المرض ده ميت فهنا بستخدم لقاح ميت أو هنا إن أنا بستخدم اللقاح الحي بس بأخضعه لعمليات كيميائية تفقده القدرة على إنه يسبب المرض تمام وهنا بستخدم لقاح حي ولكن موهن أو مضاعف تمام يعني الهدف من كده إن أنا بعمل virulence reduction أو إن أنا بسلوبه القدرة على إنه يسبب المرض أو إن أنا بستخدم جزء من المسبب المرض ده نفسه الجزء اللي هو البسوجينك أو اللي هو قادر على إنه يسبب المرض في هذا الكائن الهدف من كل الإجراءات دي إن أنا أحفز جهاز المناعة ولا أحدث الأعراض نفسها يبقى أنا بدخل مسبب المرض في شكل ما سواء ميت سواء حي أو مضاعف سواء جزء منه أو سواء جزء شبيه مخلق بالهندسة الوراثية أو الوسائل التكنولوجية الهدف منها إنه لما يدخل يتعرف عليه جهاز المناعة كأنه مسبب المرض نفسه فينتج الأجسام المضادة بس في نفس الوقت ما يحدثش الأعراض بتاعت المرض نفسها طيب ده معناه إنه إحنا ده كل الاتجاه التوجهات اللي اتجهت لها الشركات المختلفة يعني كل واحد خاد الاتجاه بتاعه في الأسباب بالضبط كده كل جهة بتعمل على إنها يبقى لديها مسبب المرض لديه القدرة إنه يحفز جهاز المناعة وما يحدثش الأعراض بالضبط كده طوما تم تحفيز جهاز المناعة وإنتاج أجسام مضادة اتحققت هنا المناعة هو ده الغرض اللي احنا أو كل الشركات الطريقة زي بقى مش موضوعنا بالضبط كده هو أنا إيه الوسيلة اللي أنا بستخدمها مسبب المرض هو حي هو ميت هو أنا بستخدم جزء منه أنا بستخدم المادة الورصية بتاعته أنا بستخدم البروتين اللي هو عليه البسجين الكود أو الجزء اللي هو بيحفز جهاز المناعة أو بيحدث المرض نفسه المهم إن أنا في الآخر ليه هدف واحد المناعة على إنتاج أجسام مضادة لهذا المرض إذا ما تعرض الجسم اللي تم تطعيمه ده للعدوى الفعلية يكون الجسم عنده الخلفية السابقة سواء من خلال الخلايا الخلايا الزاكرة اللي بتترتب على الاستجابة المناعية أو عنده الأجسام المضادة اللي بتبدأ في مهاجمة مشبب المرض ده وتحقق الوقاية والحماية طيب لو إن شاء الله يتم ترحل أو التواصل لهذه اللقاحات إزاي بتكون سياسة الشركات في توزيع هذه اللقاحات وسياسة كل دولة في توزيع اللقاحات أشوف حدركة شام إحنا فيما يخص الكوفيد-19 والوباء الكورونا المنتشر في العالم بالشكل اللي كل متعارف عليه دلوقتي بنقول إن إحنا في ظروف استثنائية في كل الجوانب حتى الظروف بتاعت إنتاج اللقاح رحلة إنتاج اللقاح بتتخطى العشر سنوات يعني من خمسة للعشرين سنة إحنا النهاردة بنعمل لقاح خلال بضع شهور يعني نتكلم في شهور تماما لم تصل نتكلم في سبتمبر تقريبا أغلب يعني أول لقاح وحتى لو كان بعد سبتمبر حتى لو كان في ديسمبر حتى لو كان في بداية 2021 فإحنا برضو بنتكلم في شهور لا تتخطى السنة ولا سنتين ولا الكلام ده كله حان يدخل في هذه الإجراءات الاستثنائية إجراءات توزيع اللقاحات دي لا تخضع للقوانين اللي بيتم فيها بالضبط كده لا تخضع للقوانين أو الأسس اللي بيتم توزيع اللقاحات بيها في الظروف العادية وحتما هتبقى فيه إجراءات استثنائية بحيث أن ينتج أكبر عدد ممكن منها الجرعات ويحصل عليها عدد كبير جدا من الشعوب على دهر الأرض تمام يعني نقدر نقول أن الدول اللي هتكون هي مصدر تصنيع اللقاح هتكون قادرة أنها تصنع الكميات اللي تكفي الدول العالم بالشكل ده واللي هيكون عندها أولويات في عملية التوزيع أكتر وهيدخل فيها بقى السياسة هيخش فيها علاقات غلابا طبعا الشيء اللي هيبقى سائد أن الاحتياج كتير جدا والإنتاج قد لا يوفي بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب ولذلك طبعا لازم يبقى فيه أولويات في إنتاج اللقاح أنا لو عندي مثلا جرعة واحدة وعندي مجموعة أفراد أنا عايزة دي مين الجرع دي مين اللي هياخد من مجموعة الأفراد بتبقى فيه أولويات لفئات دون الفئات الأخرى وطبعا يأتي في مقدمة هذه الفئات الأطكم الطبية لأنها هي اللي بتقوم على مواجهة المرض ورعاية المصابين هنيجي في الفئة اللي بعدها كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة أصحاب أمراض المناعية طبعا هتبقى على حسب الكميات المتاحة أو الحسب المتاح بالنسبة لك بتبدأ توظفه حسب احتياج المجتمع اللي انت متواجد فيه طيب يعني اختلف البعض على فكرة أن أول ما يتم اكتشاف اللقاح أن الناس تاخدوا على طول يعني البعض متخوف من فكرة اللقاح البعض بيقول طالما لسه الموضوع مش منتقى ومش خطير المفروض ما ناخدش اللقاح هل فيه أي آثار جانبية لعملية اللقاح ولا بتكون آمنة تماما يعني أول ما ينزل كل واحد مواطن يسعب طريقته للحصول على هذا اللقاح خلينا نتكلم الأول على أمان المنتج دوت كمنتج بيولوجي طبعا في مصار اكتشاف اللقاح ومصار انتاجه الكلام ده كله طبعا لازم بيخضع لتجارب كثيرة جدا وإشراف مباشر من الجهات المنوط بيها الإشراف بيها اللي هو احنا المراحل بتاع انتاج اللقاح خلينا نقسمها مرحلتين رئيسيتين مرحلة معملية اللي هو جوه المعمل حاجة اسمها انفترو ان احنا بنعمل حاجات جوه الأنابيب وجوه ونستخدمه على الأنيمالز اللي لما الحيوانات بعد كده سريرية بعد كده الإجراءات السريرية أو التجارب السريرية اللي هي على البشر بقى اللي على البشر دي ثلاث مراحل المرحلة الأولى المرحلة الأولى من الاختبارات دي بتهدف لقياس أمان أمان هذا المنتج عشان نضمن ان المنتج ده قبل ما يكون فعال لازم يكون آمن إذا وصلنا لدرجة الأمان المطلوبة في هذا اللقاح بننتقل للمرحلة التالية اللي هي فيستو فيستو بيبقى المقصد منها الوصول أو التحقق من فاعلية اللقاح يبقى أنا الأول است الأمان بتاعه تأكدت منه تاني حاجة است فاعلية وتأكدت منها كده بقى عندي أمان وفاعلية ببدأ أستخدمه على سكيل واسع وده اللي بتعمله شركة أكسفورد مع أسترازينيكا طبعا تمام وده اللي بتعمله دلوقتي اللي هو التطبيق أو استخدام اللقاح المرحلة التالتة اللي هو بمعدل واسع بقى أو بنسب كبيرة بعد ما تأكدت من أمانه ومتأكدت من فاعليته ده ياخدنا النقطة مهمة هتكمل كلاما حسنا لك المدير التنفيذ للبرنامج التوارئ في منظمة الصحة العالمية قال أن ما تنتظروش لقاح قبل النصف الأول من العام القادم في حين أن أكسفورد تتحدث عن شهر سبتمبر هل الاستعجال من أكسفورد ده يخلي التعامل مع الفاكسينية اللي هيخرج منها مقلق في حين أن المتخصص من نظمة الصحة العالمية قال لا المفروض الموضوع بياخد وقته أكتر من كده ومن تنتظروش قبل النصف الأول من العام القادم نشوفها واحدتك يعني هي كأكسفورد وأسترا زينك هكا جهة منتجة للقاح طبعا هيبقى خاضع لإشراف من نظام الصحة العالمية والFDA لازم ياخد موافقتها والإجراءات دي كلها بالضبط كده يعني إحنا خلينا ننتظر ونشوف إيه اللي هتصفر عنه النتائج في الآخر إحنا اللي منتكلم عنه دلوقتي أن النتائج اللي اتنشرت واللي أعلن عنها من قبل الجهات المنوت بيها البحث والإعلان عن كده مبشرة جدا بتقول إن إحنا أسترا زينكا وأكسفورد في المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الأخيرة وعندهم نتائج مبشرة جدا الشركات الأخرى إذا قصرنا الكلام على الثلاث شركات الأخرى اللي هي مدرنا والشركة الصينية والشركة الروسية وشركة فايزر مع الحكومة الألمانية دخلين المرحلة الثالثة وإن كان مثلا ممكن يكون بكرة حسب ما هو معلن أنهم يدخلوا بيبدأوا المرحلة الثالثة وإن المرحلتين اللي قبل كده سواء كانت المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أعطت نتائج مبشرة فإحنا الكلام مبشر والكلام يبعث عن التفاقل والكلام أما أننا ما نتوقعش أو نتوقع ده ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي نعم طيب يعني سؤال الأخير لحضرتك توقعاتك يعني لمجرد ظهور أو الفاكسين هل دي هتبقى بشائر مطمئنة للعالم كله أن بالفعل هذا الفيروس في طريقه للانتهاء أم لا فكرة الحديث عن موجة ثانية أو أنه بيطور نفسه أو كلام ده كله خاصة أن الكلام ده بيجي على لسان رئيس منظمة الصحة العالمية فهل الكلام ده هيكون هنتكلم لسه عن تطوير تاني لقاح عفواً للفيروس ولا الموضوع هيكون انتهى أو هذا اللقاح قادر على القضاء على الفيروس بكل مراحله هو منذ البداية ومع تواكب الانتشار الوباء وبداية دخول المراكز البحثية والشركات في مصار الوصول للقاح ده كان شيء مبشر جداً النتائج اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي وبنقرأها وبنطلع عليها من خلال المجلات العلمية اللي هي التقارير دي منشورة فيها مبشرة جداً أي مرض أي مرض إن كان طالما أنه تمكن العلم من الوصول للقاح له وحقق هذا اللقاح نسبة وقاية مرضية بنقول إن ده شيء مبشر جداً وشيء يبعث على الأمل والطمأنينة في إن في يوم ما سيتم القضاء على هذا المرض طال أو قصر هذا الوقت أو الانتظار ولكن في النهاية هتكون الغلبة للعنصر البشري في إنه يسيطر أو يضع الغلبة للعلم طبعاً وللعنصر البشري المستفيد بالعلم في إنه هيسيطر ويفرض سيطرته وحكمه على هذا الوباء أو هذا المرض إذن نبشر طبعاً طبعاً لازم نتفائل والنازم نكون مستبشين لنا دايماً بإنه في خير إن شاء الله نعم بشكرة شكراً جزيلاً الدكتور مصطفى المحمدي استشاري الأمراض البطنة والخبير في الأمصال واللقاحات شكراً جزيلاً أنا بشكر حددك شكراً وده كان آخر حوار لنا مشاهدينا في هذا الصباح وغداً بإذن الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد بشكر حضراتكم لحسن متابعة حلقة في اليوم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة